السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم اغلي نشارك معكم الطريقة ديال تحضير القلب والطيحال مراحلها من اللول حتى التالي من القلب كيفاش كتزولي وكتفرقيها على الريا بهذا الشكل حتى الطياب ديالو وحتى كيفاش شويسو كيفاش طيبسو غلي تشوفوا معايا طريقة من اللول حتى التالي تبعوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو اول حاجة كنفصلو القلب على الريا بهذا الطريقة القلب كيكون لها ديالشكل غادي نقسمو على النص يعني غا نفصلو على الجوج يعني كان او كان حاول انا مغا نقطعوش كلو غادي نقطع نحاول ندخل الموس في دك الجعيبات اللي كيكونوا فيه هكدا باش هكدا كنزول وكنقصلوه مزيان من دك الدم اللي كيكون متكبد في الداخل ديالو هانتمو كيفما كتشوفوا معايا كيكون القلب نضيف كيف على هاتشكل غسلتو بمزيان حتى ما يبقى في حتى حاجة من بعد غادي نقطعو بهذا الشكل كيف ما شفتو معايا هنقطعو بشكل طولي كيني الناس اللي كيديروه مربعات كي اللي كيشدوه كيقطعوها قطع صغيرة انا كنفضل انني نقطعو بهذا الطريقة هكا وغادي نوريكم كيفاش غادي نصيبوه في القطبان يعني انا هاد القلب غادي نشويه غادي نشويه بالفاخر غادي تتبعو معايا المرحلة حتى للاخر بالنسبة للقطبان غادي نوضع القلب ديالي في القطبان على الطريقة اللي غادي نوريكم دابا يعني طريقة بسيطة وسهلة وفي متناول اي واحد يعني خصوصا دبف كيكون العيد وذيك شي يعني كنبغيو انا نصيبوه القلب ونناكلوه وذيك شي انا هاد طريقة كيفاش درتها علش درتوه بشكل طولي ما كنديروش قطع صغيرة باش ما كيبسش معايا كيبقى كيحافظ شوية على الطراوة ديالو لانه هو مش بحل كبدا كيكون شوية قاسح يعني اذا درتوه مربعات صغيرة كتدخل عليه ديك طياب ديال شوية وكيقصاح وكيجي صعيف انكي تاكله بالنسبة الى درناه هكا بشكل طولي كيبقى محافظ على الطراوة ديالو كيف ما شفتوا معايا انا الى شفتوا ان القطع اللي قطعتوا بشكل طولي جو شوية عراض كتزيدو ترققوهم باش هكدا غي القطيب واحد كيهزلكو مجوش قطع كافين انهم يطيبو على الجوانيب كاملة ومني كديروه فوق شوية مكي 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 يعدبوكنش في الطياب غاني نستمر بنفس الطريقة حتى نحو عمر القطبان ديالي كاملين بالنسبة الى هاد طريقة ديال القلب ما كنحتاج نتبلهم لحتى حاجة كنخليهم حتى كي طيبو يعني ما كنديلو ملات التوابل لحتى حاجة غي كنخطي القلب ديالي كيف ما شوه قطع شوه قطع طولية ومن بعد كنصايبو في القطبان على هاد الشكل اللي شفتوا معايا ومن بعد ما كنديلو اه لا ملح ولا ابزار ولا احتى حاجة كنخلي حتى كي طيب حتى كي تشوه وكي طيب كي يكمل طياب ديالو من بعد كنقدموه مع الملح مع الملح والكامون يعني ما كنحتاش نديللي لتشر ميلة لحتى حاجة انا هدية طريقتي هكذا كي يحافظ على الطراوة ديالو في نفس الوقت كي يبقى في الماداق ديالو يعني انا كي يعجبني انا نكون الماداق ديال قل كتحسي به اه زويد ما الصراحة ومحافظ على الطراوة ديالو كملت الكمية كاملها غانخليها جانبا ومن بعد انا غالي نوريكم كيفاش غالي نصايب اه الطيحال اه اللي غالي نحتاجوا لي اه المقادر التالية بالنسبة للطيحال غسلتو مزيان اه غنحتاجوا لي بصالة صغيرة غانحتاجوا القصبور ومعدنوس بالنسبة للتوابل عدنا سودانية عدنا اه سكنجبير القصبور يابس الكامون التحميرة والابزار بالنسبة لها التوابل الربسات متوفري في كل منزل اه لما توفرج عندكم سودانية يمكن لكم تحت تستعملوا اه معجون ديال صلصة الحارة الى كانت عندكم بغيتوا الى بغيتوا تستاهنوا عليها ما كي نحتى مشكلة بالنسبة للطيحال غادي نحله بالمقص على هاد الشكل غا نحاول ندخل الموس هكده ولكن في نفس الوقت كنحاول نراعي باش مانا باش مانا نتقبوش لانه وضغي كي تتقب معنا ما فيش السمك كبير اه وكيكون ديال غنم كيكون شوية صغير يعني ما عندكش ديك الميساحة كاملة اللي غادي اللي غادي توضعي فيها الهدا التتبيلة بالنسبة للتتبيلة انا درتها غيب البصل كي الناس اللي كيضيفو الكفتة مع البصلة يعني هاد التتبيلة اللي غادي ندير انا كي الناس اللي كيضيفو لها الكفتة مرحبا حتى هي كتجي غزالة وكتجي لديدة اه بالنسبة الهنايا كيف ما شوشوا معي البصل قطعة قطعة صغيرة جدا اه الى بغيتوا تحكوه حكوه بالحكاكة الكبيرة باش هكا ما كيتلقش ما ديالو غادي نضيف ليه العطرية اللي قلت لكم من قبل اللي هي الابزار وسكنشبير والكامون والقصبر يابس والتحميرة والسودانية غادي نخلطهم زيان مع بعضياتهم غادي نضيف ليهم القصبر ومعدنوس يمكن لكم تضيفو السعتر حتى هو كيجي رائع والديد مع هاد الوصفة انا ضفتو الصراحة فتالي الى بغيتو تضيفو حتى انتو ما كيجي غزال وكيعطيه واحد طعم زوين اه كيف ما كلكم يمكن الناس اللي كيضيفو الكفتة حتى هي كتعطيه واحد طعم لديد غا انما هو كيعمر بزاف يعني انا يكن في الضلة خاصصا هذا ديال الغنم كيكون صغير كان عمرو انا غايب البصل وديكشي وكيجي الصراحة الديد ورائع يمكن لكم تضيفو حتى التوم الناس اللي كيعجبهم التوم وفي المداق ديالو انا ما ضفتوش اليوم في المقادر يعني يعطي تكون ذاك شي اللي بازيك يعني يكون متوفر في اي منزل يعني يكون ساهل وبسيط في التحضير اه بالنسبة التوابيل خلطها مع بعضياتها من بعد غاني نوضعها غاني نعمر بها الطيحال كله غاني نوضعها كلها في ذاك فطيحال يعني غانبقى نزيرها م gratin حتى نعمرها كاملها فطيحال كيف ما شوتوا معاهي اه غاد انا ما غايطوش بالخيط عندي ذاك الاعواد ديال اسنان هما باش غادين نسدوا اه هانتو ميلا شو garbage او عواد ديال اسنان غادينور survival غادي نوريا كما بعد مني غادي طيب غادي نزول هوم غادي نوريا كيفش زولتهم اه بالعود ديال اسنان غادي نوريا كوش بشكل ديا ويعني بقي سبحل غادي خيطه به حتى سديته من الجوانب كاملها بالنسبة كان تحل من عندي من واحد الجيهة حتى هو سديته بهذه الطريقات دخلتهم في الجناب حتى تسدهم مزيان هكذا مني كان ديره في شوية كان كن متأكدة انه ما غاد يشي يتسيح معايا ما غاد يتحبط عليه هذه البصلة ما حتى حاجة بالنسبة للقطبان اللي وجدنا ديال القلب هوا مادرتهم يطيبوا في المجمر على عافية كيف مشفتوا الفاخر يعني كيطيف بطريقة بسيطة يعني سبقيت قلبي حتى كيطيب من الجوانب كاملها حتى تحدهم الطيحات ديالي غنخليهم حتى يطيبوا من الجوانب كاملها ما كياخدوش معايا وقت طويل صراحات قريبا واحد خمستاش لطقيقة كي تكون وجد عندكم اه طيحة والقطبان ديال القلب كيف مشفتوا انا كنحاول انه كندورهم حتى كيطيبوا من الجوانب كاملها هكذا باش كيبقى معايا طري وما كيجيوش قصحين بالنسبة للطيحة غالي نزول لي دوك العويدات اللي كانوا طيبوا فيك كيف مشفتوا را ما كيتحرقوا ما حتى حاجة ما تخافيش انك يتديريهم وتقولي اللارة غادي يتحرقوا لي او لا شي حاجة ما كيتحرقوا ما ما تخافي لا تشعر العافية لا حتى حاجة يعني كنزولهم كلهم يعني غالي نزول دوك العويدات كامل اللي درتلي سديت من الفوق وفي ذاك البلاس اللي كنت قلت لكم را تحلت لي يعني درتليها جوج عويدات حتى ايا غالي نزولهم وغالي نوريكم شكل ديالو يعني واخد شوفوا هكا را كيكون طري من الداخل ما غالي تخافون من نوالو كان بقى واحد العويد كيف مشتوا ما زولتو مكاملين غالي نقطعو قدامكم باش تشوفوا كيفاش دير من الداخل يعني كيفاش اه 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 ما كيفاش كين الطراوة ديالو يعني واخد شوفوه من الخارج هاكا كي بل يكون مقرمش هاتو مشتورة طري ورطي طب ما ما مقصاح محت حاجة هاتو ما كيبقى ارطب وطيب من الداخل وطيب من الخارج وكيجي فيه واحد طعم اللي هو الديد اه صراحة هو كيكون صغير يعني دغية كتسالي وبالنسبة الهنا كنبقى انا كنحلو كدير تقدرو تديرو صندويتشات تقدرو تساكلو غي هاكا بوحديتو اه بالنسبة القطبان ديال اه القلب ها وما غالي نرافقهم بالملح والكامون كيف ما كتلكم انا مدرت لي محت سبيلة في اللول غي انفو كنشويهم كنساليهم كنديرو عليهم الملح والكامون وهاد شي خاصو يتكالو هو سخون ما بقاليا الى نقول لكم بسحة والراحة و الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله